عنوان حلقتنا لهذا اليوم رسالة نسائية هذه الرسالة إنني لا أصفها بأنها رسالة جندرية ولا أصفها بأنها رسالة نسوية نسبة إلى الفكر النسوي هذه رسالة نسائية قبل مدة وردتني هذه الرسالة من إحدى الأخوات الفاضلات أعتذر عن تأخري في الإجابة لأنني لم أجد فرصة مناسبة في البرامج التي قدمتها فيما مضى من الأيام برامجي كتب متلفزة في الأعم الأغلب فلا أستطيع أن أقحم أي موضوع لا يكون على ارتباط بموضوع البرامج فإن ذلك سيؤدي إلى اضطراب وخلل في ترتيب موضوعات البرامج ما وجدت فسحة في مجموعة حلقات صولة القمر كي أجيب على هذه الرسالة لكنني أجد مجالا في هذا البرامج كي أجيب على رسالة الأخت الفاضلة وهي تحكي عما يدور في ذهنها وعما يدور في أذهان الكثير من النساء ولذا جعلت عنوان الحلقة رسالة نسائية الرسالة طويلة والذي تعرفونه عني حينما تكون الرسالة طويلة فإنني أختصرها لكن الرسالة هذه مهمة لذا سأقرأها عليكم وأعتقد أنكم ستعرفون أهميتها بعدما تستمعون إليها سأقرأ الرسالة كما وصلتني ربما قد يكون خلل من جهة الطباعة أو من جهة الكتابة سأقرأها مثل ما وردتني بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد هناك الكثير من التساؤلات حول تعامل الإسلام مع المرأة هناك الكثير من التساؤلات حول تعامل الإسلام مع المرأة والكثير من الأمور المبهمة التي تحتاج إلى التوضيح وبقاؤها بهذه الصورة أدى إلى نفور العديد من النساء عن منهج أهل البيت عليهم السلام ولكي لا أطيل الكلام سأبدأ أولاً من سن البلوغ عند البنت وحسب ما ورد في أحاديث أهل البيت إن سن بلوغ البنت تسع سنين المطبوع في الرسالة أبي عبد الله والتقدير عن أبي عبد الله وإلا إذا كان الكلام يبدأ من اسم الإمام صلوات الله عليه فلابد أن تكون أصيغة أبو عبد الله سأقرأ مثل ما جاء مذكوراً في الرسالة أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة تسع سنين وسائل الشيعة هذا هو المصدر الاستفهام هنا حول جواز تزويج البنت في هذا السن نقاط سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولاً له هذه النقاط تشير إلى السند سمعت أبا عبد الله عليه السلام إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لمولاً له أنطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين الخصال المصدر الخصال للصدوق عن زرارته عن أبي جعفر عليه السلام إنه إمامنا الباخر قال قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين وسائل الشيعة بل الأغرب من ذلك استحباب زواجها مبكراً وحتى قبل أن تحيط محمد ابن علي ابن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله محمد ابن علي ابن الحسين إنه إمامنا الباخر يروي عن رسول الله صلوات الله على رسول الله وآله الأطهار من سعادة الرجل ألا تحيض ابنته في بيته الفقيه كتاب الفقيه للصدوق وغيرها من الأحاديث التي أكدت استحباب زواج البنت مبكراً أفليس هذا ظلم للبنت أن تقع عليها مسؤولية الزواج والحمل والولادة والتربية وطاعة الزوج في سن تكون به غير مدركة للأمور وجاء في الرواية النهي عن تبتل المرأة أي رفضها للزواج أبي عبد الله المراد عن أبي عبد الله أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج وسائل الشيعة هذا المصدر وهناك حديث مشابه له عن رسول الله وهناك ما يشير إلى أن هذه الروايات جاءت لحماية النساء من الفساد وذلك لأن همهن الرجال عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتنى أو فلم يجتني المراد صاحب الثمر فلم يجتنى أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار جمع لباكر وكذلك الأبكار إذا أدركنا ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة الزواج إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر الكافي المصدر الكافي وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض من التراب من الطين خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال احبسوا نساءكم يا معاشر الرجال احبسوا نساءكم في البيوت وورد أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام خلق الله الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء في النساء وجزءا واحدا في الرجال ولولا ما جعل الله فيهن في النساء من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به قال أبو عبد الله عليه السلام إنه الصادق صلوات الله عليه إن الله جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال الكافي المصدر مصدر الحديث الكافي الغريب في الأمر أننا لو سلمنا لهذا القول بأن المرأة يجب عليها الزواج وإلا فسدت وذلك لأن الله جعل فيها تسعة أجزاء من الشهوة وللرجل واحدة فلماذا ينقلب الأمر مئة بالمئة بعد زواجها فيحق للرجل أن يتزوج عليها ثلاثة من الحرائر وما شاء من الإماء وما شاء من الزواج المنقطع الزواج المنقطع زواج المتعة أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع من الزوجات الدائمة أهي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات أوليس هذا مناقضا ما تقدم فكيف لصاحب الشهوة الأقال أن يتزوج أكثر وصاحب الشهوة الأكثر وهي المرأة وصاحب الشهوة الأكثر له زوج واحد ويشارك به والأغرب من ذلك لا ذنب على الرجل إذا هجر زوجته أربعة أشهر عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قال إذا آل الرجل أقسم قسما إذا آل الرجل ألا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء تعود تعود إلى زوجتك إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وسائل الشيع إذن ما الفائدة من التزويج إن لم تتحقق العلة الحديث عن العلة التي ذكرت في الأحاديث المتقدمة من أن الزواج يحصن المرأة من الفساد فإذا كانت بحسب الأحاديث شهوة الزوجة أكثر من شهوة الرجل فكل هذه التفاصيل التي مرت ستجعل المرأة ليست منتفعة من الزواج باعتبار أن الزوجة يستطيع أن ينقطع عنها أربعة أشهر من دون أن يقترب منها باعتبار أن الزوجة يستطيع أن يتزوج عليها زواجا دائما إلى إلى أربع نساء وهناك الزواج المنقطع فإذا أين أين تحقق حكم الزواج إذن ما الفائدة من التزويج إن لم تتحقق العلة بل بل فضلا عن ذلك ستتعرض المرأة إلى ألم نفسي شديد جدا عند زواج زوجها بامرأة أخرى ومع أنه ورد في الأحاديث إن الله أكرم أن يبتلي المرأة بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا ولكن الواقعة يثبت غير ذلك لم نجد امرأة سعيدة بزواج زوجها بأخرى والعلم قد أثبت أن شعور الغيرة شعور فطري لدى الجنسين وبإمكان أي شخص تلمس ذلك بسهولة إذا ما جاء بأم لها طفلة صغيرة عمرها سنة أو حتى أقل من ذلك وطلب من الأم أن تدلل طفلة أخرى أمام ابنتها سنجد انزعاج البنت وغيرتها على أمها واضحة وكذلك سيرة النساء على طول الخاط أما عن معاملة الزوج زوجته فهناك العديد من الروايات المهينة للمرأة أشد الإهانة ففي وصية النبي لعلي يا علي جاء هنا عليهم السلام يفترض أن يكون السلام على رسول الله وأمير المؤمنين وعلى آلهما ففي وصية النبي لعلي صلى الله عليهما وآلهما يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال ولا تولى القضاء ولا تستشار يا علي سوء الخلق شؤم وطاعة المرأة ندامة يا علي إن كان الشؤم في شيء ففي لسان المرأة وسائل الشيعة وفي خطبة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة وإياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن وقال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن لكي لا يطمعن منكم في المنكر فليس هذا ظلما شديدا للمرأة ففي كتاب الله تعالى يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لم يأمر القرآن بمخالفة الفاسق وأمر بالتبين فلماذا تخالف المرأة المرأة حتى وإن أَمَرَتْ أَمَرَتْ بِمَعْرُوف والعجب كل العجب هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله النساء عورة احبسوهن في البيوت واستعينوا عليهن بالعري المصدر بحار الأنوار واستعينوا عليهن بالعري لا توفر لهن الملابس هذا هو المراد وعن رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضربوا نساءكم بالخشف فإن فيه القصاص ولكن اضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا والآخرة أي جوعوا النساء ولا تقدموا لهن الثياب والملابس المصدر مستدرك سفينة البحار أليس هذا جريمة بحق الإنسانية كلها أن يكون التعامل مع المرأة بتجويعها وتعريتها أليست هذه ثقافة عمر إنه عمر بن الخطاب قال عمر استعينوا على النساء بالعري إن إحداهن إذا كثرت ثيابها وحسنت زينتها أعجبها الخروج وفوق ذلك فإن المرأة ليس لها حق في التعلم عن أبي عبد الله عليه السلام إنه صادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تنزل النساء بالغرف المراد من الغرف الأمكنة العالية إنه الطابق الثاني لا تنزل النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتاب وعلموهن المغزلة وسورة النور الكافي المصدر وهناك ما ورد في استحباب حبسها في المنزل محمد ابن علي ابن الحسين إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما النساء عي وعورة فاستروا العورة بالبيوت واستروا العية بالسكوت أي امنعوهن من الكلام وسائل الشيعة وقال أمير المؤمنين عليه السلام خلق الرجال من الأرض وإنما همهم في الأرض وخلقت المرأة من الرجال وإنما همها في الرجال فاحبسوا نساءكم يا معاشر الرجال أليس هذا مناقضا لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فإن الآية تخاطب الجميع هذا هو مراد الرسالة فإن الآية تخاطب الرجال والنساء هو الذي خلق لكم للرجال وللنساء ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الخطاب للرجال وللنساء على حد سواء هو الذي جعل لكم هو الذي جعل لكم الأرض ذلول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان أفيقول قائل إن هذه الآيات خاصة بالرجال فقط بل الأكثر من ذلك هناك ما يوحي لجواز قتل الأنثى أو على الأقل هو تلميح لذلك صحيفة الصحيفة الرضا عن آبائه إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر صحيفة الرضا عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال للمرأة عشر عورات إذا تزوجت تزوجت سترت عورة واحدة وإذا ماتت سترت عوراتها كلها بعد تلك الروايات والعشرات من أمثالها لا نستغرب إذا وصفت المرأة بالنعل فهي لا رأي ولا قرار ولا علم كما جاء في نهج البلاغة هذه الرواية لم ترد في نهج البلاغة وإنما وردت في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي أما في نفس نهج البلاغة فليست موجودة وإنما ذكرها ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة المرأة كالنعل رواها ابن أبي الحديد عن أمير المؤمنين المرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء لا إذا شاءت المرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء لا إذا شاءت فما رأيكم بذلك وبهذا تنتهي الرسالة الرسالة مهمة جدا هذه الأحاديث موجودة في كتبنا إنني أتحدث عن كتبنا الشيعية كلامنا في أجوائنا الشيعية هذه الأحاديث هذه الأحاديث مثل ما جاء في الرسالة موجودة في المصادر التي أشير إليها وهناك روايات لا أدري هل أن الأخت العزيزة الفاضلة مطلعة عليها أم ليست مطلعة عليها هناك روايات مضامينها ومعانيها أشد بكثير من هذه الروايات وفي كتبنا إنها مروية عن أئمتنا صلوات الله عليهم في كتبنا الحديثية الأصلية القديمة المعروفة وأنا لا أريد أن أتحدث بلسان الذي يريد أن يضعف أسانيد الأحاديث كي يتخلص من هذه الأسئلة الحقيقية هذه أسئلة تفرض نفسها وهذا الكلام كلام موجود على أرض الواقع ومثل ما قالت صاحبة الرسالة في أول الرسالة هناك الكثير من التساؤلات حول تعامل الإسلام مع المرأة والكثير من الأمور المبهمة التي تحتاج إلى التوضيح وبقاؤها بهذه الصورة أدى إلى نفور العديد من النساء عن منهج أهل البيت عليهم السلام هذا هذا لا يعني أن كتب الحديث عند أتباع السقيفة بن ساعدة تخلو من هذه المضامين المضامين موجودة هناك أيضا لكنني لا أريد الحديث عن كتبهم لأن الرسالة التي بين يدي لم تشر إليهم وإنما نقلت الروايات والأحاديث من كتبنا من المكتبة الشيعية والأحاديث مروية في كتبنا الشيعية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الأحاديث موجودة وهناك ما هو أشد منها وأشد منها بكثير وفي كتبنا الحديثية القديمة الأصلي أقول إذا كانت هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي لم تذكرها الرسالة إذا كانت هذه الأحاديث تفهم وفقا للظهور العرفي لقاعدة الظهور العرفي إذا كانت هذه الأحاديث تفهم وفقا لقاعدة الظهور العرفي ووفقا لقاعدة أن مرحلة التنزيل لا زالت مستمرة فليس هناك من مرحلة تأويل وإنما هو التنزيل ووفقا لقاعدة ثالثة تمامية البيان وانتهاؤه من أن النبي قد أتم بيان الدين وكل شيء قد انتهى وفصل وهذا الكلام تقول به سقيفة بني ساعدة وكذلك تقول به سقيفة بني طوسي إذا كانت هذه الرواية وأمثالها وأشباهها وما هو أشد منها تفهم وفقا لهذه القواعد لقاعدة الظهور العرفي لقاعدة أن مرحلة التنزيل هي التي تحكمنا ولا يوجد شيء اسمه مرحلة التأويل ومن أن البيانة قد اكتمل ومن أن النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ الدين بالنسبة لسقيفة بني ساعدة فليس هناك من بيان بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدنيا وبالنسبة لسقيفة بني طوسي فإن مراجع الحوزة الطوسية يعدون الأئمة رواة حديث ينقلون حديث رسول الله هذا هو الذي يعملون به ويعتقدون به من الآخر يضحكون عليكم إذا ما قالوا لكم شيئا غير هذا إنهم يعتبرون الأئمة رواة حديث فإذا كانت هذه الروايات وهذه الأحاديث تفهم في هذا السياق وهو الفهم الذي تتحدث عن كاتبة الرسالة إذا كان الأمر هكذا فإنني أتفق اتفاقا قطعيا وكاملا مع النسوة التي نفرنا من منهج أهل البيت فإنني سأرفض هذا المنهج هذه الأحاديث واضحة وواضحة جدا في ظلم المرأة وفي التنقيص من شأنها وفي الإساءة إليها بل في تعذيبها تعذيبها بالعري والجوع إلى بقية ما جاء في هذه الروايات والأحاديث لكننا إذا تعاملنا مع هذه الأحاديث وغيرها بمنطق آخر بدلا من الظهور العرفي هناك قاعدة المعاريط وبدلا من استمرار مرحلة التنزيل هناك مرحلة التأويل ومرحلة التأويل مرحلة تدريجية وبدلا من قاعدة تمامية البيان وانتهاء البيان هناك البيان التدريجي هناك البيان المتحرك ففي منهج السقيفتين البيان جامد ثابت وفي منهج دين العترة فإن البيان متحرك هناك فارق بين المنطقين ماذا يعني ذلك أن هذه الأحاديث انطلقت من ثقافة تناسب عصر انطلاقها وهي تمثل مرحلة من مراحل التنزيل وكذلك من مراحل التأويل في دين العترة هناك تغيير كبير سيتحقق عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن في مرحلة استثنائية في المرحلة الاستثنائية فإن الأحكام وإن الفتاوى وإن القوانين والتفاصيل ستكون متأثرة بمجريات المرحلة الاستثنائية قطعا هذا إذا سلمنا بأن الرواة الذين نقلوا هذه الأحاديث نقلوها بنفس ألفاظها من المعصوم وأنا لا أعتقد هذا بعض الأحاديث نقلت بنفس ألفاظها وبعض الأحاديث نقلت بمضمونها وهذا أمر شائع ومنتشر في الروايات والأحاديث المنقولة غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الباب الحادي والعشرين صفحة 333 الحديث الرابع بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني المثاني عنوان للدستور الكبير وللكتاب الكبير الذي سيشتمل على المستأنف إنه شيء جديد دين يؤسس تأسيسا جديدا كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف المستأنف ما هو بأمر كان موجودا وجدد الآن وإنما هو أمر جديد في هذه اللحظة لم يكن موجودا عندنا في الروايات والأحاديث من أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيأتي بكتاب جديد سيأتي بأمر جديد بكتاب جديد إما أن يأتينا بكتاب جديد لم يكن موجودا وإما أن يجدد الكتاب الموجود هذا هو المعنى الذي يفهم من هذه الكلمات والمقصود من أنه سيأتينا بكتاب جديد سيبعث الحياة في قرآننا في قرآننا الذي أماتته السقيفة بني ساعد وأماتته السقيفة بني طوس هذا شيء أما الرواية هذه فإنها تتحدث عن شيء آخر عن شيء جديد لم يكن موجودا بيننا منذ زمان رسول الله كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنث صفحة 334 الحديث السادس بسنده بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كيف أنتم يخاطب الشيعة كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان أصحاب ثم يخرج إليهم الإمام ثم يخرج إليهم المثال المستأنث هذا هو الدستور الجديد هذه مجموعة القوانين مجموعة الأحكام الجديدة التي لا تشابه على الإطلاق الأحكام السابقة تأسيس جديد كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان هذه الفساطيط صفوف للتدريب مثل ما يعقدون الصفوف في النجف للتدريب الجندري وفي سائر المناطق الأخرى في العراق أو في الدول العربية إمام زماننا سيقيم الصفوف التعليمية والدورات التدريبية على هذا المثال المستأنث كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم الإمام يخرج إليهم ثم يخرج إليهم ثم يخرج إليهم بواسطة الإمام المثال المستأنث أمر جديد على العرب شديد هذا المثال المستأنث على العرب شديد على العرب شديد على العرب الذين يناصبون محمدا وآل محمد العداء سيكون هذا المثال المستأنف شديدا عليهم لأن المثال المستأنف سيكشف الحقيقة وسيتضح الأمر من أن الحق معلي وما كان مع الصحابة شيء من الحق وهذا سيكون شديدا على العرب ثم يخرج إليهم المثال المستأنف أمر جديد على العرب شديد مثال مما سيكون في هذا المستأنف يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه أقرأ عليكم من كتاب الاعتقادات للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه صفحة مية وثلاثة وقال الصادق صلوات الله عليه إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأضلة ولم يورث الأخ من الولادة تغيير كامل في هذا الحكم وآكذا في سائر الأحكام الأخرى ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأضلة فالميراث ما هو بميراث الأرحام مثل ما هو في آيات القرآن هذا هو المستأنث ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأضلة ولم يورث الأخ من الولادة الصدوق أيضا يحدثنا في كتاب فضائل الشيعة الحديث الحادي والعشرون بسنده بسند الصدوق عن معاوية الدهن قال قال قلت لأبي عبد الله لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره قال وما هو قلت إن المؤمن ينظر بنور الله فقال يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة هذا هو الملاك الملاك الأصيل لهذا الحكم الذي قرأته عليكم قبل قليل فيما يرتبط بالميراد فالمؤمن أخ المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه هذا مثال من الأمثلة إذن نحن نتعامل مع هذه الأحاديث بحسب دين العترة الطاهرة لا شأن لي لا بدين سقيفة بني ساعدة ولا بدين سقيفة بني طوسي السقيفتان تفهمان الأحاديث وفقا للظهور العرفي في منهج العترة الطاهرة الظهور العرفي يمكننا أن نستعمله وأن ننتفع منه إلا أن الظهور العرفية قاعدة فرعية القاعدة الأصل هي قاعدة المعاريط قاعدة المعاريط أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثالثة والتسعين إنه الحديث الثالث بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل إنه البيان المتحرك السقيفتان أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي يعملان بقاعدة الظهور العرفي في دين العترة فإن العمل بقاعدة المعارض أما الظهور العرفي يمكننا أن ننتفع من في الحدود التي يسمح لنا بها الأئمة صلوات الله عليه القاعدة الأصل هي قاعدة المعارض ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا سأبين لكم المراد من الظهور العرفي والمراد من المعارض ولكن بعد أن أكمل هذه النقطة التي بين يدي فنحن نعتمد المعارض ولا نعتمد الظهور العرفي إلا بحدود معينة ونحن نعتقد بأن مرحلة التأويل بدأت منذ بيعة الغدير ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل فمرحلة التنزيل كانت مقدمة لمرحلة التأويل وسيتضح هذا المعنى في طوايا هذه الحلقة وهذا الموضوع موضوع أساسي في فهم ديننا يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع لقد تحدثت عن التنزيل والتأويل كثيرا فعودوا إلى برامج المختلف النقطة الثالثة البيان المتحرك وإلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج بحسب هذه القواعد فإن الأحاديث هذه ترتبط بظروف معينة ترتبط بحالات معينة على سبيل المثال وردت الأحاديث الكثيرة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بخصوص النساء إنه يشير إلى عائشة مثلما تولدت حركة النسوية في القرن العشرين عائشة أيضا قادت حركة النسوية بحسب زمانها وسأعود إلى هذا الموضوع ولو بإيجاز بحسب ما يسنح به المقام فأكثر المضامين التي وردت عن أمير المؤمنين إنه يشير إلى الحركة النسوية العائشية فتنة كبيرة أحدثتها عائشة أنا لا أتحدث عن واقعة الجمل فقط واقعة الجمل جزء من برنامج علاقات أخرى لأن الموضوع موضوع حساس جدا هذه الرسالة احتوت كلاما حقيقيا لابد أن نقف عنده ربما لو وضع هذا الكلام بين يدي رجال الدين فإنهم سيتملصون منه لأنهم لا يملكون جوابا حقيقيا أو أنهم يلجأون إلى تضعيف الأسانيد إلى هذه الطريقة الشيطانية السخيفة الذي يريد أن يسير في الطريق الصحيح عليه أن يواجه الحقائق والرسالة تحدثت عن حقائق فلابد أن تواجه الحقائق ولابد أن يعترف بالحقائق ولابد أن توضع النقاط على الحروف وإلا فلن نستطيع أن نسير في الطريق الصحيح نذهب إلى فاصل إذن إذا تعاملنا مع هذه الروايات ومع سائري الروايات الأخرى في مختلف موضوعات الدين إن كان الأمر يختص بالنساء أو كان الأمر يختص بالرجال إلا أن الكلام في الرسالة مركز بخصوص النساء سيكون حديثي بخصوص ما جاء في الرسالة التي قرأتها عليكم قبل قليل فإذا كنا نتعامل مع هذه الأحاديث وفقا للظهور العرفي من مراد من الظهور العرفي أن نفهم النصوص وفقا للقواميس اللغوية الكلمة معناها في قاموس اللغة بشرط أن يكون المعنى مقبولا في العرف المجتمعي العام حين استعمال تلك الكلمات هذا هو المراد من الظهور العرفي في فهم النصوص الخطوة الأولى نعود إلى القواميس اللغوية إلى المعاجم اللغوية الكلمة معناها ونقبل هذا المعنى إذا كان منسجما مع الثقافة العرفية مع الاستعمال العرفي فيما بين الناس في وقت إطلاق تلك الكلمات في وقت استعمال تلك الكلمات ونجعل المعنى معنا حقيقيا ثابتا لن يتحرك هذا هو الظهور العرفي مع الاعتقاد بأن الدين تحقق في مرحلة واحدة هي مرحلة التنزيل إنها المرحلة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله بين المسلمين وحينئذ فإن البيان الذي انقطع بعد رسول الله وهو انقطاع الوحي وانقطاع البيان المعصوم مثل ما يعتقد المخالفون وانقطاع بيان النبوة مثل ما يعتقد الطوسيون وانما يأتي الائمة بمثابة رواة حديث ينقلون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل ولذا فإن البيانة سيكون بيانا جامدا بيانا ساكنا هذا اذا قلنا من ان الاحاديث التي نقلت عن رسول الله لم تحرف ولم تتعرض للتصحيف بحسب هذا فان الاحاديث التي قرأتها عليكم في الرسالة وامثالها تتحدث بشكل صريح وواضح في الانتقاص من المرأة وإلى حد بعيد ومن أن هذا الأمر سيبقى موجودا إلى يوم القيامة لأن الذي يعتقد بقاعدة الظهور العرفي وبقاعدة استمرار مرحلة التنزيل وبقاعدة جمود البيان تمامية البيان انتهاء البيان فهذا يعني أن المضامين ستبقى مستمرة إلى يوم القيامة وسيبقى هذا الانتقاص وهذا الظلم للمرأة إلى يوم القيامة فالنساء التي ينفرن من هذا الدين ومن هذه العقيدة بحسب هذه المشكلة عندهن العذر وما هو أكثر من العذر فإما أن الدين مكذوب من أساسه وإما أن الله ظالم وليس رحيما وليس رؤوفا لا نستطيع أن نجد منفذا كي نبرر ما جاء في هذه الروايات وفقا لتمسكنا بالظهور العرفي واستمرار مرحلة التنزيل وتمامية البيان وانتهاء البيان وهذا هو منهج السقيفتين منهج السقيفة بني ساعدة ومنهج السقيفة بني طوسي ولا شأن لنا بهما منهج العترة صلوات الله عليها فإن الأحاديث هذه حالة استثنائية هذه الأحاديث البعض منها صدر لظرف سياسي واجتماعي البعض منها صدر وفقا للثقافة الأعرابية الحاكمة لا يستطيع النبي ولا يستطيع الإمام أن يغير الواقع مرة واحدة نظام العبودية نظام مرفوض في أصل الدين الناس أحرار لا يملك إنسان إنسانا لو أن النبي صلى الله عليه وآله لو أن الأئمة صلوات الله عليه ألغوا دينيا نظام العبودية لاختل نظام الحياة وهذا موضوع خارج عن بحثنا أضرب لكم مثالا تقريبيا سلوا الكويتيين مثلا سلوا شعب الإمارات حيث تعتمد الأسر والعوائل على الخدم سلوهم لو أن نظام الخدم يلغى ستنقلب الحياة في الكويت في الإمارات وفي الدول الخليجية الأخرى التي تعتمد هذا النظام ستنقلب الحياة فيها انقلابا لا يستطيعون أن يتصوروا العيش من دون هذا النظام فلابد من إزالته إذا أراد أحد أن يزيله أن يزال تدريجيا وعلى مدى بعيد هذا مثال تقريبي يقرب الفكرة ولو من بعيد عن نظام العبودية الذي كان يحكم العالم كان نظاما سائدا في كل أنحاء العالم فماذا فعل الإسلام لنظام العبودية لم يلغه بالكامل ولكنه شرع الكثير من التشريعات لألغائه هناك باب العتق وهناك باب الإنعتاق وهناك باب التدبير وهناك باب المكاتبة وهناك باب الكفارات وهناك 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 تشريعات طويلة مفصلة حددت نظام العبودية بشكل واضح الموضوع ليس منعقدا لتفصيل القول في هذا الأمر في زماننا الآن لو أن نبيا يبعث في زماننا لو أن دينا يبعث في زماننا فإنه لن يصطدم بالنظام المصرفي العالمي إذا أراد أن يلغي النظام المصرفي العالمي فإن الحياة ستنقلب انقلابا ستتحول الحياة إلى دمار حتى حتى إذا كان النظام المصرفي نظاما فاسدا نظاما جائرا هناك قواعد واضحة في الدين قاعدة أهون الضررين قاعدة أهون الشرين قاعدة التدريج في بيان الأحكام حكم الصوم في القرآن بين بنحو تدريج حكم الخمر في القرآن بين بنحو تدريج وهكذا هناك قاعدة عندنا قاعدة إصلاح الأفسد بالفاسد هذا موضوع مفصل هذه قاعدة حكيمة الظروف الموضوعية هي التي تدفع إليها أن نصلح الأفسد بالفاسد قاعدة إصلاح الأفسد بالفاسد قاعدة أهون الشرين هذا شر وهذا شر لكن الظروف تحكم علينا بهذا فماذا نعمل فنعمل بقاعدة أهون الشرين قاعدة أهون الضررين وهكذا فهذه الأحكام استثنائية وهذه الأحاديث جاء بعضها في ظرف سياسي معين فحينما نعمل بقاعدة المعاريض من مراد من المعاريض المراد من المعاريض أن يوجد المتكلم أي متكلم كان ولكننا نتحدث هنا عن المعاريض الخاصة بالعترة الطاهرة وإلا فبإمكان أي متكلم حتى على المستوى الشخصي أن يوجد نظام معاريض في كلامه أن يوجد نظام معاريض فيما بينه وبين أصدقائه وهذا يفعله الأصدقاء فيما بينهم على سبيل المزاح مثلا تكون هناك مصطلحات كلمات ألفاظ طريقة في الكلام يتفقون عليها فيما بينهم حينما يكونون بين الناس فيستعملون تلك المصطلحات كي يفهم أحدهم الآخر من دون أن يفهم الناس ماذا يقصدون فإن الناس يفهمون شيئا آخر من كلامهم المعاريض هي هذه يمكن لأي إنسان أن يقوم بهذا بالضبط مثلما يعمل في دوائر المخابرات العالمية هناك رموز هناك شفرات فيما بينهم هناك طريقة في الكتابة لا يفهمها إلا الذين تعلموها هذه هي المعاريض الأئمة صلوات الله عليهم نسجوا أحاديثهم وفقا لنظام معاريض على الفقيه أن يتعلمه لا أن يتعلم منهاج الظهور العرفي هناك نظام المعاريض وهذا الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج يسمعها هذا الذي لا يعرف المعاريض يفهمها بحسبه لا يفهمها إلا الذي يعرف المعاريض من هنا فإن إمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب ما قال للشيعة وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواياتنا قال فارجعوا إلى رواة حديثنا لماذا؟ لأن الروايات قد نسجت ضمن نظام المعاريض وعامة الشيعة لا يعرفون هذا النظام المفترض في رواة الأحاديث أن يعرف هذا النظام ولذا جعلهم الإمام حجة من قبله إنما جعلهم حجة من قبله لأنهم يعرفون نظام المعاريض وهذا النظام لا وجود له في الدراسة الحوزوية الطوسية لا من قريب ولا من بعيد ولذا فإن القوم هناك في سقيفة بني طوسي لا هم بفقهاء ولا هم بعلماء ولا هم بروات حديث هؤلاء فقهاء مجتهدون علماء وفقا للمنهج الطوسي الذي هو منهج شافعي معتزلي لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة منهج العترة الطاهرة هو هذا منهج المعاريض في فهم الكلام في فهم كلامهم صلوات الله عليهم ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج ولا بد أن تعرف من أن نظام المعاريض هذا كان يتغير من إمام إلى إمام لأن دين العترة الطاهرة ما هو بدين مكتوب على الوراق الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يتحدثون وما كانوا يكتبون لماذا كانوا يأمرون أصحابهم بالكتابة لأجل أن يستعينوا بالكتابة على حفظ الحديث لكن الأئمة ما كانوا يكتبون الأئمة كانوا يتحدثون وكانوا يأمرون شيعتهم بأن يأخذوا بالقول المتأخر بالقول المتأخر من نفس الإمام أو بالقول المتأخر من الأئمة الآخرين يأمروننا أن نأخذ بالقول المتأخر لماذا هناك المحكم والمتشابه من الحديث وهناك الناسخ والمنسوخ من الحديث وهناك 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 وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج حينما نقرأ في علل الشرائع للصدوق أيضا في الباب التاسع من الجزء الأول من علل الشرائع إنه الحديث الأول الباب التاسع هذا عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحواله الحديث الأول بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه قاعدة واضحة إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه وماذا بعد فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه كلمات قصيرة لخصت الحقيقة كلها فقال فقال له رجل يبن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله هذه المعرفة التي حدثتنا عنها إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ما هي هذه المعرفة فقال له رجل يبن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله فأجابه الحسين صلوات الله عليه معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته معرفة خاصة بكل زمان معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته طاعة خاصة بإمام زمانهم هذه الطاعة الخاصة بإمام زمانهم تتفرع على معرفة بإمام زمانهم وهذه المعرفة تعتمد في جانب منها على نظام المعاريض الذي يكون جزء منه مع كل الأئمة ويكون جزء منه مختصا بكل إمام في زمانه لماذا لأن الظروف الزمانية والمكانية ولأن الأحوال السياسية والاجتماعية ولأن شؤون الحياة في أبعادها التجارية وفي التغير العمران وفي سائر تفاصيل شؤون الحياة كل هذا يتغير وكلما تعقدت الحياة كلما تعقدت طريقة التفكير عند الناس وكلما كثرت حاجات الناس وتعقدت أسئلتهم وحينئذ لا بد من منظومة تناسب هذا الأمر فهناك جزء من نظام المعارض يبقى صالحا على طول الخط وحتى بعد ظهور إمام زماننا وهناك جزء من نظام المعارض يكون مختصا بزمان كل إمام من الأئمة وهذه الرواية واضحة تحدثنا عن هذه الحقيقة ما هي معرفة الله؟ معرفة أهل كل زمان ما قال سيد الشهداء معرفة الشيعة لأئمتهم هناك دقة في العبارات معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته نذهب إلى فاصل في السياق نفسه أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومن الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء وقد نقلها عن الكاف الشريف وهي من أهم نصوص الزيارات الحسينية فماذا نقرأ في هذه الزيارة الشريفة؟ نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا الخطاب يمكننا أن نخاطب به كل أئمتنا إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد الزيارة واضحة تتحدث عن أن البيانة يكون بيانا متحركة ومن أن الأحكام تكون أحكاما متحركة لأن البيانة إذا كان جامدا فهذا الكلام سيصدق على رسول الله ولا يصدق عليهم جميعا إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم وماذا بعد والصادر عما فصل من أحكام العباد والصادر عما فصل هذا هو البيان التدريجي هذا هو البيان المتحرك هذا هو التفصيل المتحرك والصادر عما فصل من أحكام العباد حينما نفهم الدين بهذا المنطق فليس هناك من إشكال في كل تلك الأحاديث ولا في الأحاديث التي جاءت مضامينها بنحو أشد وبنحو أقصى في دعاء الندبة نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الخطاب ينطبق على كل إمام في زمانه بالنسبة لشيعته نخاطب إمام زماننا أين باب الله الذي منه يؤتى عملية الإتيان هذه عملية متجددة لو لم تكن متجددة لما صار الخطاب مع كل إمام لكان الخطاب مع رسول الله فقط فمثلما يصح هذا الخطاب مع آخر الأئمة مع الحجة بن الحسن يصح مع كل الأئمة من أولهم إلى آخرهم أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء عملية التوجه مستمرة متجددة أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذه المضامين تصدق مع إمام زماننا وتصدق مع سائر أئمتنا من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة إلى الحسن المشتبة وهكذا إلى سائر أئمتنا حتى نصل إلى الحجة بن الحسن وهنا في دعاء الندبة إننا نخاطبه نخاطب الحجة بن الحسن على وجه التعيين أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء يأتي التفصيل في الزيارة الجامعة الكبيرة دقق النظر معي في هذه العبائر لا أستطيع أن أقف عند كل مفرداتها سأقرأ مقطعاً وأشير إلى مضمونه إجمالاً لا أملك وقتاً كي أدخل في التفاصيل وإياب الخلق إليكم الحديث مع محمد وآل محمد بأجمعهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك إلى الله تدعون وعليه تدلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون وبقوله تحكمون سعد من والاكم وهلك من عاداكم وخاب من جحدكم وظل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من اعتصم بكم من اتبعكم فالجنة مأواه ومن خالفكم فالنار مثواه ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي هذه العبارة تشرح الحقيقة كاملة كل هذه المقامات كل هذه الأوصاف كل هذه الشؤون كل هذه الحقائق التي تحدثت عنها هذه العبائر من الزيارة الجامعة الكبيرة كلها تدور تحت هذه القاعدة أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى منذ زمان رسول الله قطعا هذا في أفق من آفاق المعاني الذي يناسب حديثي في هذه الحلقة أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى منذ رسول الله وجار لكم فيما بقي وهو يجري في كل إمام منكم هو يجري في إمام زماننا فهذه المضامين لا يمكن أن تنفع الناس من دون أن يتواصلوا في كل مقطع زماني مع إمامهم وجزء من هذا التواصل أن يكونوا على علم على معرفة بدينهم بعقيدتهم ومن أسباب الوصول إلى هذه المعرفة أن يحصل الفقيه على الأقل الفقيه الشيعي أن يحصل المعرفة بنظام المعاريط أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي هذه العبارات تتحدث عن عملية تفاعلية فيما بين الشيعي وإمامه من والاكم فقد والى الله هذه عملية تفاعلية ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله هذا الكلام لن يكون صحيحا إذا قلنا من أننا نحب محمدا وآل محمد بنحو إجمالي من دوني أن يكون تفاعل خاص ومخصوص فيما بيننا وبين إمام زماننا هذا ما هو بديننا أن نتحدث عن حبنا لمحمد وآل محمد جميعا بأجمعهم ونساوي في علاقتنا فيما بين إمام زماننا وسائرهم صلوات الله عليه هم لا يقبلون بهذا لا يريدون هذا النبي صلى الله عليه وآله لا يريد هذا يريد مننا أن ننشئ علاقة خاصة مخصوصة بإمام زماننا مثل ما حدثنا سيد الشهداء صلوات الله عليه وهو يخبرنا عن معرفة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى معرفة المؤمنين بالله معرفتهم بإمام زمانه فحينما نقرأ في العبائر التي مرت علينا ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله نحن نعتصم بهم جميعا لكن هذا لا يكفي لن نكون شيعة إذا اعتصمنا بهم جميعا نحن نعتصم بهم جميعا الاعتصام المطلوب منا أن نعتصم بإمام زماننا وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أن نظام المعاريض جزء منه يكون ممتدا على سائر زمان الأئمة وجزء منه يكون مختصا بزمان كل إمام من الأئمة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله نحن نعتصم بهم جميعا ولكن اعتصامنا بإمام زماننا هو المقدم لأنه الجهة التي نتوجه إليها وجه الله الذي يريد الله مننا أن نتوجه إليه هو هذا إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا التفاعل تبينه لنا هذه الرواية الشريفة أقرأ عليكم من الكهف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة طبعة دار الأسوة إنه الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة باب أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام لماذا يا ابن رسول الله كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم هذا الكلام يجري في الجانب التشريعي في الجانب العقائدي يجري في شؤون الحياة ويجري في كل ما يرتبط بالعلاقة فيما بيننا وبينه صلوات الله صلوات الله عليه وقد يكون لطف نستشعر اللطف وإنما نستشعر النتائج حين أقول نستشعر اللطف يهيمن علينا لطفه نتذوقه بعقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وضمائرنا وحينما أقول نستشعر النتائج ما نجده من نتائج أعمالنا من نتائج ما نتحرك فيه في خدمة إمام زماننا على سبيل المثال أو في أي أمر آخر من أمور هذه الحياة ما نتلمسه من النتائج التي نقطع فيما بيننا وبين أنفسنا من أننا لن نستطيع الوصول إلى هذه النتائج من دونه ومن دون تدخله إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم تفاعل مباشر فيما بيننا وبين إمامنا أكان في حالة الحضور أم كان في حالة الغيبة الغيبة لا تحول فيما بيننا وبين إمام زماننا وماذا نقرأ في الكاف الشريف أيضا الحديث الرضوي الطويل في بيان شؤون الإمامة وخصائص الإمام المعصوم هذا الحديث يبدأ في الصفحة الثانية والعشرين بعد المائتين إنه الحديث الأول في الباب الذي عنوانه باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين هذه العبائر أقتطفها من الحديث الشريف إمامنا الرضا يقول إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام بالإمام الكلام المتقدم يرتبط بالأئمة جميعا بالإمام صار الكلام مرتبطا بإمام كل زمان بخصوص شيعته بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف مثلما يتدخل الإمام تدخلا مباشرا في إمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف يتدخل تدخلا مباشرا بنحو جلي وبنحو خفي بإتمام صلاتنا فصلاتنا ناقصة وبإتمام زكاتنا فزكاتنا ناقصة وبإتمام صيامنا فصيامنا ناقص وهكذا إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي هذا الذي يرتبط بالأئمة جميعا من رسول الله إلى الحجة بن الحسن بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ما جاء في الحديث الشريف يرتبط بإمام كل شيعة بإمام كل زمان إنها المساحة التفاعلية فيما بين الشيعة وإمام زمانه الحقائق واضحة وجلية وبينة جدا هكذا نقرأ نقرأ تحف العقول لابن شعبة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة من وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكميل بن زياد يا كميل يا كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق ما هو هذا المطلوب الأعظم منك ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي وانظر وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول من هنا فإن الناصب صلى أو زنى صلى أو سرق الأمر هو هو بالنسبة إليه فمن أراد المدينة والحكمة كما يقول رسول الله فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الصلاة العامة ما هي بصلاته الصلاة الخاصة التي ترتبط بإمام الشيعة في كل زمان من أزمنتهم إمامنا الصادق ماذا يقول لو أدركت القائمة لو أدركته لخدمته أيام حياتي الارتباط المتصل بالإمام في كل لحظة من اللحظات قطعا مع قصورنا قطعا مع تقصيرنا قطعا مع جهلنا قطعا مع جهالتنا ولكن بحدود ما نتمكن يا كميل ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول يا كميل يا كميل اللسان ينزح القلب يخرج ما في القلب اللسان ينزح القلب والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك ولي يكون ذلك حلالا إلا بسبب من الإمام هم أولياء النعم ولي نعمتنا هو صلوات الله عليه يا كميل اللسان ينزح القلب والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك الحديث هنا عن الغذاء المعنوي وعن الغذاء المادي لولا الخبز لا صمنا ولا صلينا اللسان ينزح القلب والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك وجسمك فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شكرك في الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والأربعين بعد المئة إنه الحديث الثمانون بعد المئة بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل يقول إمامنا الصادق يحدثنا عن الله إن الله عز وجل يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل إنما أتقبل هواه وهمه فإن كان هواه وهمه في رضاي جعل تهمه تقديسا وتسبيحا صاحب الحكمة سبحانه وتعالى يدقق في حكمته وحكمته تتجلى في نيته في الأمر الذي يهتم له فليس الأمر في ركوع أو سجود وليس الأمر في انقطاع عن الطعام والشراب وليس الأمر أن نطوف حول أحجار في مكة القضية أعمق من هذا هذه طقوس علينا أن نأتي بها لكن القضية أعمق وأعمق هذا هو منطق العترة وهذا هو دين الحقائق إن الله عز وجل يقول إني لست كل كلام الحكيم أتقبل وجزء من كلامه كلامه في صلاته وجزء من كلامه كلامه في دعائه وجزء من كلامه كلامه في أي موضوع من الموضوعات الأخرى في شأن الدين أو في شأن الدنيا إنما أتقبل هواه وهمه فإن كان هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديسا وتسبيحا كل هذه المضامين تخبرنا أن كل شيعة في زمانهم عليهم أن يتفاعلوا مع إمام زمانهم عليهم أن يتواصلوا معه نذهب إلى فاصل خلاصة خلاصة الكلام تتركز في الخطبة الغديرية سأقف عند هاتين الجملتين الجملة الأولى إنني أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد بن طاوس المتوفى سنة ستمية واربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة الأولى الف وتسعمية وستة وتسعين ميلادي صفحة سبعمية وسبعة وستين مما جاء في كلام رسول الله في الخطبة الغديرية في المواثيق في المواثيق المحمدية العلوية التي أخذت علينا في بيعة الغدير معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي النبي فسر القرآن قطعا بما يناسب مرحلة التنزيل جزء من التفسير يناسب مرحلة التأويل وصل إلينا عبر الأئمة هكذا نقرأ في القرآن في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم كان يعلمهم كان يبين لهم تفسير القرآن بحسب زمانهم بحسب بحسب مرحلة التنزيل التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وآله في سورة النحل في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة وَأَنْزَلْنَا وَأَنْزَلْنَا أَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَالْقُرْآنُ هو هو في سورة النساء في الآية الثانية والثمانين بعد البسملة أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن إنما يتدبرون القرآن بعدما فسر لهم رسول الله أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الحديث عن أمر من الأمن أو الخوف هذا مصداق من المصادق وإلا فإنهم كانوا يختلفون في الدين وفي العقيدة وفي القرآن فحينما يكون الاختلاف لابد من الرجوع إلى جهة قادرة على رفع الاختلاف أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا يعني في كل عصر لابد من الرجوع إلى أولي الأمر إذا ما حدث النزاع والخلاف هذا يعني أن البيانة سيكون بياناً تدريجياً إذا جمعنا هذه الآيات التي في سورة النساء مع الآيات التي في سورة النحل مع ما جاء في سورة الجمعة الحقيقة واضحة جداً تتجلى في الخطبة الغديرية ماذا يقول رسول الله فوالله لا يوضح تفسيره علي هو الذي يوضح تفسير القرآن وتفسير القرآن إما أن يكون القرآن دالاً على نفسه بنفسه وإما أن يكون القرآن مفسراً من قبل رسول الله وإما أن يكون القرآن مفسراً بحسب كل زمان وكل مكان لأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر يجري مجرى الليل والنهار مضامين القرآن ليست واقفة عند جهة معينة هذا منطق التفسير عند العترة الطاهرة وهو يختلف اختلافاً كبيراً عن منطق التفسير الأعرابي البدوي الأباعري في سقيفة بني ساعدة وفي سقيفة بني طوسي ذلك منطق بدوي أعرابي أباعري أما منطق الأنوار فهو منطق العترة الطاهرة القرآن يجري مجرى الشمس والقمر يجري مجرى الليل والنهار هذا هو التجدد وهذا هو البيان المتحرك وهذا هو التوضيح التدريجي فوالله لا يوضح تفسيره إلا علي الجملة الأخرى النبي صلى الله عليه وآله يقول لنا إني قد بيّنت لكم وفهمتكم بيّنت لكم وفهمتكم ماذا بيّن لنا وماذا فهّمنا رسول الله إني قد بيّنت لكم وفهمتكم النبي لا يتحدث عن هذه اللحظة النبي يتحدث عن البعثة منذ أول لحظة فيها وإلى هذه اللحظة التي يتكلم فيها إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي يفهمكم بعدي إنه فهم جديد هذا هو البيان المتحرك هذا هو التوضيح التدريجي هذا هو التأويل الذي يأتي شيئاً فشيئاً باتجاه يوم الخلاص يفهمكم بعدي ومن بعد عليين من الذي يفهمنا من الذي جاء بعد علي الحسن المشتبى هو الذي يفهمنا ومن بعده الحسين يفهمنا وفي وقتنا هذا الحجة بن الحسن هو الذي يفهمنا إن كان ذلك بأسباب جلية أو بأسباب خفية ومرت النصوص الواضحة التي تخبرنا عن أن الإمام الحجة يفهم أشياعه المخلصين ومن أنه يشحذهم كما يشحذ القين النصر هكذا بيّن لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن أنه يسقي أولياءه المخلصين كؤوس الحكمة صباحا ومساء إني قد بيّنت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي هذه النصوص وغيرها وغيرها كثير جدا في عبائر القرآن وإشاراته وفي عبائر الأحاديث وإشاراتها من أن البيان تدريجي من أن البيان متحرّك من أن مضامين الأحاديث ليست جامدة هذه الحقيقة إذا ما تدبرنا فيها الكثير والكثير من الإشكالات التي تبدو في الأحاديث الموجودة عندنا ستتلاشى تتلاشى هذه الإشكالات وستتضح الصورة جلية بينة نذهب إلى فاصل خلاصة لما تقدم ذكره في هذه الحلقة الرسالة التي قرأتها عليكم تتحدث عن حقيقة واضحة من أن الأحاديث التي ذكرت فيها وهي مروية عن أئمتنا وفي كتبنا المعروفة الأصلية هذه الأحاديث إذا تعاملنا معها وفقا لقاعدة الظهور العرفي ولي استمرار مرحلة التنزيل واعتماد البيان التام البيان الجامد فإن الانتقاص وإن الظلم وإن التحقير والإهانة تتوجه إلى النساء عموما وبشكل واضح من خلال هذه الأحاديث وهذا المنطق منطق يخالف حقائق القرآن أولا ويخالف سيرة الأئمة ثانيا حين أتحدث عن سيرة الأئمة أتحدث عن سيرتهم الفعلية في تعاملهم مع أمهاتهم مع أخواتهم مع زوجاتهم مع بناتهم مع سائر النساء نذهب إلى فاصل وفقا للعمل بقاعدة الظهور العرفي والتمسك باستمرارية مرحلة التنزيل والاعتقاد بتمامية البيان وانتهائه وسكونه وجموده فإن كل الإشكالات التي تثار على هذه الأحاديث ثابتة ولا طريقة للخلاص منها أما وفقا لمنهج العترة الطاهرة حينما نعمل بقاعدة المعاريط ونعتقد بمرحلة التأويل ومن أنها نسخت مرحلة التنزيل ومن أن البيان متحرك فإن الأحاديث هذه تكون في مرحلة استثنائية وهذه الحقيقة يصدقها القرآن وسأثبت لكم ذلك لا زال الكلام متواصلا هذا الموضوع حساس وحساس جدا الذين يهتمون له عليهم أن يتابعوا إعادات هذه الحلقات وأن يتواصلوا معي في الحلقات القادمة ستتجلى الصورة واضحة جلية وبينة بحسب قرآن محمد وآل محمد وبحسب سيرتهم وأخلاقهم ودينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر